تعالوا بقى نروح لمنتدى شباب العالم منتدى شباب العالم اللي انتهى من أيام قليلة الحقيقة شهد هذا المنتدى إشادات عالمية كثيرة جدا وإشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم وده شيء مهم جدا لأنه طبعا لما بيكون في زعماء ومسؤولين وكانوا موجودين أو متابعين هم كمان حسوا قد ايه مصر قدمت هذا التغيير الكبير كم الشباب اللي كان موجود في شرم الشيخ كم الأنشطة كم الجلسات كم الاقتراحات كم الحوارات والتوصيات والأراء الحرة ووجود كمان يعني شباب من مختلف العالم حسيت كده وكأن العالم أتى إلى مصر في شبابه ودي كانت حقيقة حاجة ملفتة جدا خلينا نشوف كده الإشادات جت إزاي فحنلاقي مثلا أنه أثنى جورج فيلا وده طبعا يعني رئيس ملطة على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية وقال كمان من جانبه أيضا إيفان دويك مركيز رئيس جمهورية كولومبيا أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة كان شيء يعني غاية في الروعة ورحب جدا بدعوة القادة من أجل العمل للدفاع عن الشباب يعني خدوا بالكو برضو أنه يعني الرؤساء لما شافوا وتحمسوا فحسوا أنه هم كمان لهم دور أنه هم يوجهوا العالم ويوجهوا باقي الدول بأنهم أيضا يهتموا بالشباب نفس الشيء أيضا كان لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللي بالتالي أيضا هو شاف أنه منتدى الشباب فرصة هائلة لتنفيذ الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنا وصحة وأشد أيضا رئيس رومانيا كلاوس يوهانس بمنتدى شباب العالم قائلا قال بالزبط أن منتدى شباب العالم هو يعني بيقدم يعتبر عنصرا هاما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مصارا مهما للمشاركة كجيل يعني فعال في كل المجتمعات ومن جانبه أيضا أكد قاسم مجلو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة دائما مستدامة من أجل الاستمتاع وأيضا من أجل تقديم كل الرؤى وكل الأفكار وحتى ينخرت الشباب أيضا في السياسات وجعل عالمنا أفضل دي إشادات كثيرة ومتنوعة يعني يمكن قرأناها بصورة القراءة لأنها الحقيقة يمكن أراء مختلفة ومتنوعة لكن كمان عايزة أقول لكم مش بس الرؤساء ورؤساء الحكومات ولكن الشباب نفسهم الشباب نفسهم أعتقد لما عادوا عادوا إلى مجتمعاتهم عادوا إلى جمعاتهم عادوا إلى أعمالهم أكيد كان فيه كمان رد فعل كبير كمان الصحافة العالمية غطت بشكل كبير والصحافة العربية وانتدى شباب العالم بكل مدار في هذا المنتدى فأنت تحس في النهاية بأن مصر كانت على خريطة العالم ولكن هذه المرة بالشباب بالأفكار ولما الشباب يتحدث يبقى كأنك بتتحدث عن مستقبلك أنت غدا كلنا عارفين أن مصر نسبة وعدد الشباب فيها كبير جدا فبالتالي العالم ينظر إلى مصر بأنها بلد شابة أنت أحيانا بتقيس يعني تقول إيه البلد دي عجوز يعني أحيانا تسمع مثلا مصطلح عن أوروبا يقولك إيه أوروبا القرى العجوز ليه القرى العجوز؟ عشان نسبة الشباب أقل بالنسبة للأعمار الأكبر سنا فبالتالي أنت هنا عندك ميزة كبيرة يعني حركة الشباب والطاقة والقوة وأنك تدفعهم طول الوقت ويقدموا كل الإختراحات وتعمل منتديات سواء يعني مؤتمر الشباب اللي بيبقى موجود في مصر محليا وأيضا منتديات الشباب العالمية اللي بتخلي الشباب من العالم يرجع طول الوقت مش بس بيفتكر مصر لا ده بيدرب مصر دايما مثل في المكان اللي بيشتغل فيه في الجمعة أصدقاؤه في المجتمع بتاعه فبالتالي أنت قدمت حركة عالمية مهمة